مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الميزان لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبقوا من اعضاء معنا في القناة بمجرد الاشتراك كده ضمنتم من خلاص ومن الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة وعند تفعيل الجرس ايضا كده ضمنتم اشعارات اسبوعية من القناة بكل ما هو جديد عن توقعات الفلك لموليد برج الميزان برج الميزان من يوم خمسة حتى يوم حداشر من الشهر مبدئيا بواجهة عام الفترة يا موليد برج الميزان في تحركين مهمين في الكواكب على البيت السابع وتحركين ايضا على البيت السابع يعني احنا بنتكلم ان فيه يعني تكسيف او تركيز على ناحيتين مهمين جدا اولا وهي العمل ثانيا وهي العلاقة العلاقة او الشراقة بمعنى اصح اذا كان شراكت مع شريك الحياة او اذا كان شريك العمل وطبعا التحرك التاني وهو العمل لو بالتفصيليا احنا بنتكلم ان عطارد والشمس هيبقى متواجدين معاكم الشهر ده في البيت السابع ايضا الظهرة والمريخ سيتواجدوا في البيت السادس طيب الظهرة والمريخ في العمل ده بيعمل ايه؟ مبدئيا انت العمل بتاعكم هيبقى في داية الفترة جميل جدا هيبقى في ناري نوعا ما في نهاية الشهر لكن بواجه عام انت اللي هتكسب حتى لو كان في مجهود كبير لان هيبقى في الدعم ايضا من عطارد وايضا من نار المريخ هتبقى هنا عمل للك شبكة محوطاك في العمل لكن هيبقى التحذير الاساسي والمهمة في خلال الشهر وهو الصحة الصحة يا موليد برج الميزان من اهم التحذيرات في خلال الفترة ان الصحة ممكن تبقى يعني ان شاء الله تبقى خير لكن هخلي بالكم من الضغط النفسي او الضغط العمل يبقى ليه تأثير بالسلب على الصحة عليكم يا موليد برج الميزان ايضا في خلال الفترة الامر هيبقى متواجد معاكم في البيت الرابع وينتقل للخامس والسالس ايضا في خلال هذه الفترة طيب بابدائيا في نقطتين هزا اتكلم فيو مفيش حد بيختار عائلته يا موليد برج الميزان اه ممكن تختار اصدقائك ممكن تختار معارفك لكن العائلة انت مولود بيها خلاص خلاص خلصت ملاش حال طبعا يعني ان شاء الله فعلت جميلة جدا في الصعب وفي السهل لكن في حاجة واحدة معينة ان مهما كانت الظروف صعبة برضو الوالدين او العائلة فيهم الكويس والوحش يمكن في خلال الفترة دي حد بيحبطك جدا من العائلة يا موليد برج الميزان لكن مهما طلعت ولا نزلت اسمه من العائلة لذلك حاول تعدي الفترة دي اللي انت تبصله كشخص بتتعلم منه او بيعلمك اساسية الحياة نفض عديله بمعنى صح دي ما احنا قلنا مفيش حد بيختار عائلته او مفيش حد بيختار الناس اللي بيعزوهم بجد لذلك يا موليد برج الميزان يعني للأسف العائلة معاكم دايما عملا ضغطات لكم في حاجة كتيرة في عند البعض ضغطات من الاهل بسبب الارتباطات في عند البعض ضغطات في الاهل في التعليم لكن بواجهة عام يا برج الميزان ده مكتوب لك ده اللي مكتوب لك لكن انت تقدر انت تقدر يا موليد برج الميزان لذلك ازا ما قلت انوهت في الفترة السابقة قلت التغيير الشامل ان انت تسافر ان انت تغير ومشتها عتبة انت تعمل له ده في اصلاحاتكو وانت او يعني ما شاء الله على ساني اللي جاتلي اليوم اللي اللي فاتت الناس كتير غيرت في اللي بيقول في انا فهنا غيرت البيت في اللي في اللي غير عمل طريقة شاملة في اللي سافر وفعلا ده الصح ليكم يا موليد برج الميزان في خلال الفترة الفترة هتبقى جميلة جدا فيها يعني ان شاء الله خطوات استباقية جميلة يمكن هتبقى سريعة لكن حتى لو هي سريعة لموليد برج الميزان طبعا انت هتقولي عم سريعة انجز حتى لو هي سريعة ملاش تستحل تسبق الاحداث لان انت كده وكده ان شاء الله هتوصل يعني ان انا بقول لكم بشة خير ان شاء الله هتوصلوا يا موليد برج الميزان ايا كان اللي انت مشغول في دلوقتي وحاس امور بتتصرع منصف عمل نتيجة ايجابية في امور مالية ايا كان هتوصلوا لكن امشي واحدة واحدة عشان كل خطوة بتعديها فيها نقطة مهمة لازم تتعلمها فيها درس لازم تتعلمه لو تسرعت ممكن زي ما بتطلعت بسهولة تقع بسهولة لذلك يمكن ده النصيحة المهمة كده وكده هتوصل انا بقول لكم التقاط ان شاء الله بامر الله هتبقى جميلة هتوصلوا 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 فان شاء الله التقاط بجميلة فلذلك بلاش تحذير ده بسيط بلاش تندفعوا مع التصرع اللي بيعصد لاخدوا الامور واحدة واحدة وتعلموا كل حاجة عشان توصلوا عشان المرحلة اللي هتعدوها تبقى عدتها وقفلت عليها باب ان عمرك بترجع لها التاني في يوم الايام لذلك عدت من حرقوا شعر لبعده والطاقة زي ما احنا قلنا هتبخر لكم بازن الله طيب بالنسبة ليه العلاقة وهنا انا بتكلم على العلاقة لان في التحديد زي ما احنا نوهنا انتو الشمس واعتارد هيبقوا متوجدين في البيت السابع طيب العلاقات هي موريد برج الميزان في خلال الفترة فترة جميلة جدا انك ترجع لك فترة روعة ان انت تهدي الامور ما بينك ومن شريك الحياة بالاخص بعد شعلالة اللي كانت موجودة في الفترات السابقة لذلك عطارد هنا يحاول يهدي الامور والشمس ايضا هتدخل عشان خاطر تفتح لكم تنور لكم طريقكم لذلك حاولوا باقصى ما يمكن تستغلوا الفترة دي في تخليص اي مشاكل اي تزاب زبال حصلت مع الشريك الحياة في خلال الفترة لانها تبقى جميلة طيب لو بالنسبة لشركاء العمل بالنسبة لشركاء العمل يا موريد برج الميزان يمكن عند البعض في الفترة دي كان بيدور بطريقة جدية على ايجاد شريك اخر بل بالعكس انا ضد الفكرة دي بالنسبة لكم يا موريد برج الميزان في خلال الفترة الشريك اللي في ايدك دلوقتي انت ممكن تزبط وهو صفحة جديدة هيبقى احسن لك بكتير من شريك جديد لذلك خلي بالكم الحتة دي في الفترة دي وطد علاقتك مع الشريك افضل من اختيار شريك اخر طيب ايضا على نهاية يعني من يوم تمانية او تسعة هيبقى فيه طاقات جميلة كده هتقابلكم بالنسبة للشخصية مجد اي انا نفسك بتدور على رومانسية بتدور على المتعة راحت البال هيتلاقي الطاقات الشخصية هنا بالنسبة لك جميلة انت بتفتح للدنيا بالرغم الملل اللي انت هيقابله في خلال الفترة عند البعض يا فيه ملل رهيب جدا يا حتى لو فيه ضغط عمل او كده فيه ملل بطريقة رهيبة الملل ده انت هتقلبه لصفك يعني انت عاشر نفسك هتدأ من شاء الله من يوم سبعة وثمانية هتبقى طاقة جميلة جدا الملل هيتقلب بطاقة ايجابية اكتر ما هو طاقة سلبية ان شاء الله فترة جميلة جدا انتم محتاجين يا ملل برج المزان بالفعل بعد اللي عدته عليهم الفترات السابقة من يوم عشرة واحداشر هنبدأ هنا مرحلة العمل زي ما احنا قلنا عطارد في الزهرة في العمل في البيت السادس المغيخ هيبدأ يعني من يوم اتنين وعشرين كمعنا لاخر الشهر هيبقى في البيت السادس ايضا لكن هتبدأ هنا بقى من يوم حداشر هيبقى فيه دخول عطارد على البيت السادس وايضا يعني امر جديد على البيت السادس يعني معنى اصح انت هتبدأ تحط اموركم بطريقة جميلة جدا كامور مالية وكامور عمل هتبدأ تزبط فيها بطريقة روعة ان شاء الله هتبقى خير ان شاء الله في خلال الفترة هتتلاقي فيه امور بدأت تتزبط بالنسبة للشغل تحذير البسيط دايما بقوله دايما بقوله الجملة دي الشجرة المصمرة هي اللي تتحدث بالطوب يمكن في خلال الفترة دي مريد برج الميزان عشان كرفوكو هيعلم في ما بينكم وما بين المحيطين حواليكم العين هتبقى عليكم اكتر من الناس اللي حققوا ديا فخلي بالكم ان العين الوحشة دي ممكن الناس تبدأ ترازيك او ترازيكي توقعوا هيقابلكوا اللي هم من دول الفترة دي جميل يعني في الفترة دي هيقابلك ده وزي ما بقول لكم دايما ما فيش الحلوة لما يكون فيها شوية نار لزيك يمكن ده التحذير البسيط اللي هيقابلكوا بالنسبة للعمل هو بالنسبة للناس اللي مستقسرها عليكم مستقترع عليكم اللي انتو تنالوا حقكم بعد ما تعبتوها فبواجهة عام يا موليد برج الميزان طاقة جميلة جدا ان شاء الله هتبقى طاقة خير هتعدوها بامن وتلام وان شاء الله كمان الاسابيع القادمة هتبقى تحركات جميلة جدا ايضا هتبقى في صفكم وان شاء الله اسعوا للخير وساكيد ساجدوه بامر الله لكن بلاش التصرع وكده يبقى وصلنا لحالة النهاردة اتمنى ان اتنال اعجاب حضراتكم وننسوش لحالة النهاردة اعجابتكم واحتوق ان اعجاب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعهل في سلام اشتركوا في القناة